بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل توجد فرقة سنية باسم البكرية ولماذا كانت تلك الفرقة أو الفئة ترفض الشورى وتعول بالنص على أبي بكر رضي الله عنه هل كانت توجد فرقة سنية باسم البكرية وما هو موقفها من الشورى لماذا كانت ترفض الشورى وتقول أساساً أن الخلافة بالنص من النبي إلى أبي بكر في الحقيقة كتب الأخ محمد علي حراث تعليقاً على ما ذكرت في حديث سابق من الإشارة إلى السنة البكرية في مقابل الشيعة الإمامية وأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قامت على أساس النص وليس الشورى كتب الأخ محمد علي حراث يقول لست أدري يا أستاذ أين توجد السنة البكرية وما هي عقائدهم وما هي كتبهم ومن علماؤهم لأنك قرنتهم بالشيعة الإمامية المعروفة بعقائدها وأتباعها وعلمائها وحتى حيزها الجغرافي نريد التوضيح فضلاً لأن هذه من مستلحات غلاة الإمامية فقلت له ما يلي الفرقة البكرية المعروفة هي اللي بالتاريخ مكتوبة وكتب الملل والنحل تشير إليها هي بالحقيقة فرقة من الخوارج لها عقائدها الخاصة التكفيرية المتطرفة جداً مثلاً يشير إليها إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين يقول ذكر قول البكرية وهم أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد بن زي كما يذكر عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في الفصل السادس في ذكر الجهمية والبكرية وبيان مذاهبها إلى أن يقول وأما البكرية فهم أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زي وذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج وأنا لم أقصد هذه الفرقة الفرقة التي هي متطرفة وخارجية وإنما عنيت الفئة التي كانت تقول بالنص على أبي بكر وهذه فرقة أو فئة كانت موجودة في التاريخ وبغض النظر عن اسم البكرية وكونهم من أهل السنة أو لا وفي الحقيقة أنهم ليش من أهل السنة فقد قال فريق من أهل السنة ومنهم ابن حزم وابن تيمية بأن النبي قد عين أبا بكر خليفة من بعده بناء على روايات ينقلونها بأن امرأة قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت ولم أجدك كأنها تريد الموت يعني إذا انتمتت أنا أين أروح فقال فأتي أبا بكر وأن النبي قال لعائشة في مرضه الذي توفي فيه لقد هممت أن أبعث إلى أبيكي وأخيكي فأكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمنن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر بالإضافة إلى أمر النبي أبا بكر لصلاة مكان وعندما كان مريضا والحديث الأول هذا يروي البخاري في حديث رقم 3659 والقسم الثاني ما رويته لكم الآن يروي الدينوري عبد الله بن مسلم ابن قتيبة في كتابه الإمام والسياسة جزء واحد صفحة عشرة تحقيق الدكتور طاها محمد الزيني ونشر دار المنتظر بيروت 1958 وأيضا هناك رواية ينقلها إبراهيم ابن سليمان الزيات يقول حدثنا بكر ابن المختار ابن فلفل عن أبيه عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فقال افتح له وبشره بالجنة وأخبره بأنه الخليفة من بعدي وذكر الحديث طبعا هذه الرواية فيها مناقشة حتى علماء السنة قد المحققون يناقشون في صحتها يعني فرد علي الأخ محمد علي حراث قال أولا لم توجد هذه الطائفة قط وإنما بعض الصحابة بعض الصحابة استأنسوا ببعض أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مكانة أبي بكر مثل الصحبة في غالي ثور واستخلافه في إمامة الناس عند مرضه ولكنها مجرد إشارات لا ترقى لا النص ولا القدسية أما أبن تيمية الذي جاء بعد سبعة قرون فله مثل رأيك أن الخلافة تتم بالشورى والبيعة والرضا بل ذهب إلى أن بيعة أبي بكر في السقيفة لم تكن لتكون شرعية لو لم يقبلها الصحابة أي أن بيعة السقيفة كانت مجرد ترشيح وأن الشرعية اكتسبت بالبيعة فبالتالي من قال بأحقية أبي بكر فقد قال بها ليبرر ترشيحه لأبي بكر دون سواه ولكن الجميع يتفق أن البيعة لا تنعقد إلا ببيعة المسلمين في غالبيتهم الساحقة فقلت للأخ محمد علي شكرا أخي العزيز لقد بحثت في كتب الشيخ ابن تيمية ولم أجد هو يتحدث عن شورى فهل يمكن التفضل بإعطائي المرجع الذي يتحدث فيه عن شورى وفي الحقيقة أنا عندي عدة أبحاث عن ابن تيمية في كتابي تطور الفكر السياسي السني وفي كتاب الشرعية الدستورية أعتقد الأخ حصل عند خلط بين ابن تيمية يحلق على ترشيح عمر يقول أن خلافة عمر لم تستكر بوصية أبي بكر إنما كانت ترشيحا وأن الصحابة قبلوا بذلك فهو أعتقد هكذا أنه يخلط بين موقفين الموقف من عمر والموقف من باعة أبي بكر وقلت للأخ محمد رفض ابن تيمية رأي المعتزلة والأشاعر نحن نعرف السنة يعني هما السنة المعتزلة أيضا يعتبرون من السنة والأشاعر والحنابلة يختلفون السلفية يعني الحنابلة المعتزلة والأشاعر اللي هم أموم أهل السنة هؤلاء يقولون بالشورى يقولون أن النبي لم يوصي إلى أحد وأبو بكر انتخب بالشورى ومعظم أهل السنة الذين كانوا ينظرون لمبدأ الشورى فقال ابن تيمية خلافا لهم إن إمامة أبي بكر قائمة على النص من النبي وليس على الشورى أو الانتخاب تجيزون ذلك في كتاب منهاج السنة جزء أربعة صفحة 232 ويقول إن إمامته إمامة أبي بكر يعني وإمامة الخلفاء الراشدين بعده أيضا كانت قائمة على القوة والغلبة وأن الإمام أي إمام هو من يكون صاحب يد وسيف يطاع طوءا وكره هذا في كتاب مجموع الفتاوى جزء واحد صفحة 135 ويقول أيضا إن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظالما نفس المصدر مجموع الفتاوى جزء واحد صفحة 149 ونقل الشيخ ابن تيمية قول ابن حزم في منهاج السنة النبوية تحت عنوان أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا ليس بالإشارات لا نص جليا على خلافته يقول وقال أبو محمد بن حزم في كتابه في الملل والنحل اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا ثم اختلفوا فقال بعضهم لكن لما استخلف أبو بكر على الصلاة كان ذلك لما استخلف النبي أبو بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر وقال بعضهم لا ولكن كان أبيانهم فضلا فقدموه لذلك وقال الطائفة بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليا قال أبو محمد بن حزم يعني وبهذا نقول لبراهين أحدها إطباق الناس كلهم هذا هو نقله ما ناقش ولم يرده يعني أي كلامه ورأيه السابق وقد توصل ابن تيمية من خلال هذه الرؤية إلى جواز قيام الأنظمة السياسية على أساس القهر والغلبة القوة والكهر والغلبة يقول وأما نفس الولاية والسلطان فهما عبارة عن القدرة الحاصلة وهي تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان للخلفاء الراشدين هذا الشكل يعني وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين هو المسيط حتى الظالم يصير سلطان يقول ذلك في كتابه من هاج السنة النبوية جزء واحد صفحة 141 إلى 142 وبناء على ذلك كان يطلب أن يطالب الناس ابن تيمية كان يطالب الناس بدفع الحقوقي للسلاطين وإن كانوا ظالمين كما في المصدر السابق صفحة 28 من هاج السنة النبوية وأيضا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء 35 باب الخلافة والملك صفحة 8 إلى 9 ويوجب ابن تيمية الطاعة للحكام الذين يأخذون البيعة كرها وقشرة حتى لو أخذوه خلص يجب طاعتهم المصدر السابق جزء 35 باب الخلافة والملك صفحة 10 وصفحة 11 و12 ويرفض أي معارضة لهم نفس المصدر صفحة 30 وقد التزم ابن تيمية بالموقف السني العام القائل بوجوب الطاعة للحاكم الفاسق الظالم ولم يجز مقاتلته بالسيف استنادا إلى الأحاديث التي يقول عنها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول في السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية صفحة 4 إلى 5 وصفحة 76 ومع ذلك فقد كان يعتقد ابن تيمية بأن الولاة نواب الله على عباده ووكلاء العبادة على نفوسهم هذا في السياسة الشرعية صفحة 14 وهذا الموقف لا يزال يعني هو يهيمن على العقل السني العام بالحقيقة أيضا علق على حديثنا السابق الأستاذ المحامي المغربي محمد الإمام الحافظي فقال أخي الفاضل الأستاذ أحمد الكاتب أنا كنت أسمعك دائما تلحو على التحقيق والتدقيق أو تلحو على التدقيق والتدقيق ولا تعتمد مقولات وروايات غير مؤكدة وموثقة وصحيحة ومتواترة فأحرى كيف باستنتاجات مزاجية بإطلاقك تسمية بكرية أو بكريين وهو مصطلح نسمعه من شيعي متطرف بقناة بلندن يكفر الأولين والآخرين لا يكاد يسلم من ناره ولا يزخل جنته إلا أتباع دينه وعقيدة دينه هي سب ولعن وتكفير الصحابة وحلى رأسهم أبا بكر وعمر فغريب جدا إلى البارحة كنا نسمعك تعيب هذا وتتبرأ منه وتدعو لجمع شمل الأمة كما تدعو لتجاوز التقوقع في دائرة الخوض بمياه عكرة في غابر التاريخ المتسوس ونجتمع على كتاب الله وصحيح السنة ومحبة الصحابة وآل البيت وظن حسن بهم فماذا دهاك أخي لهذه الانتكاسة عافاك الله منها فنعرف أن جهادك سيعرضك لضعوط كثيرة لكن أهدنا لك صامدا متوكنا على الله نسأل الله لنا ولك ولكل المصلحين الثباتة على الحق فقلت له أخي العزيز محمد الإمام الحافظي أشكرك على هذه الملاحظة وأنا أختلف جدا مع اللندني الفتان السبائي اللعان الذي يستعمل مصطلح البكرية ليصن به أهل السنة وأنا أستنكر ذلك ولا أرضى به ولا أريد أن أكرر مقولته ولكن حسب جراساتي التاريخية في الفرق الإسلامية وجدت فرقة صغيرة أو جماعة أو فئة أطلق عليها اسم البكرية وأن فريقا من أهل السنة كان يقول أن أبا بكر تولى الخلافة بالوصية والنص عليه من الرسول العظم في مقابل الشيعة الإمامية الذين كانوا يقولون بوجود النص على الإمام علي وقد استعملت هذا الوصف قلت البكرية ليس للتشهير أو التحقير أو التشويه أو التعميم أن كل السنة صاروا بكرية لا سمح الله كما يقول هذا السبع إلا عان وإنما لذكره حقيقة تاريخية ورأي سياسي كان موجود في التاريخ وربما حصل الخلط لدي بين الفرقة البكرية من الخوارج وبين القائلين بالنص على أبي بكر علما لأن عامة أهل السنة وقسما من الشيعة أو الشيعة الأوائل كانوا يقولون بالشورى وليس بالنص لا على أبي بكر ولا على الإمام علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وكما يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي في الاقتصاد كتاب الاقتصاد صفحة 207 يقول لسنا نعني بالبكرية من ذهب إلى إمامة أبي بكر بل نريد من ادعى النص عليه فيطلق عليه بكري يعني هذه الجماعة أو هذه الفئة بالتحديد وأيضا هذا حكاية عن بعض من تقدم يعرف ببكر بن أخت عبد الواحد فنسبوا إليه ولم ينسبوا إلى أبي بكر والقائلون بإمامة أبي بكر من علماء الأمة يذهبون إلى إمامته بالاختيار والإجماع الذي يدعونه وليس منهم من يقول كان منصوصا عليه كما يقول الشيعة فعليا عليه السلام وشكرا للأخ محمد الحافظي ومحمد علي حراث على ملاحظاتهم لتوضيح هذه النقطة التي ربما أحدثت بعض الالتباس في هذا الكلام والمهم من كل هذا الحديث أننا يجب أن نعيد نظرنا جميعا مسلمين سنة وشيعة ونبنيه على أساس الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام كما كان المسلمون الأوائل وكما يطالب عامة المسلمين اليوم في كل مكان بأن يكون الحكام منتخبين منهم أبرى سنة ديك أدى اقترا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة